طيب إحنا دايما بنتكلم عن أهمية التأهيل النفسي لكل الرياضيين ونتكلم كمان النهاردة تحديدا يعني أو كلامنا حيكون عن النجوم في المونديال تحديدا وإزاي بيتم تأهلهم أصلا قبل المونديال وإيه الغلطات اللي بتحصل ممكن أن يتأثر عليهم نفسين مش بس الاستعداد البدني هو اللي بيكون مهم لأن النفسي بيبقى عامل يمكن كمان أهم من العامل يعني البدني أو الفني كل ده هنعرفه من خلال دكتور طبعا محمد فكري والسادة الطب النفسي الرياضي اللي منورنا واللي حنستفيد بكل المعلومات بقى اللي حيقولها لنا صباح الخير يا دكتور ومنجور وملف بجد مهم جدا منجور يا فندم وصباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين جماهيري النادي الأهلي السادس كريم صباحك والإفاني ربنا أتكر حضرتك صعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معنا والحقيقة الموضوع مهم فعلا وزي ما ناودك بتقول من شوية احنا كتير اتكلمنا قبل كده عن التفصيلة دي ومدى أهميتها أنه هو أمر كان لأزمنة مش قليلة يكاد يكون مهجور تماما وشفنا لهم عنكسات سلبية كتير لكن ابتدت الناس تخب بالها في الفترة الأخيرة من أهمية التأهيل النفسي لكل اللعبين عايزة استأذن حضرتك أن نحن نبتدي بواقع حصرت مؤخرا أكيد حضرتك تبعت ماتش الأرجنتين والسعودية واللي سمعناه بعد كده واللي صرح به هو شخصيا حارس مرمى الأرجنتين وقال أنه بعد الهزيمة اللي تعرضوا لها من السعودية هو حسب بهزة نفسية ما نتج عنها أنه كان بيتواصل مع طبيبه النفسي عشان يحاول يخرج من هذه المحنة زي ما هو سمناها فده يورينا أكيد إلى أي درجة هذا القمر مهم وطبعا أنا أحيي هذا اللعب على الشجعة لأن في العالم كله هذا الموضوع موجود ولكن مش كتير من اللعيبة بتصرح أن هم بيروحوا لحد وأنه هم بيعمل لهم الإعداد النفسي ما ده لعب مش مصري من عارف هم بره ده عادي دي التقافة بتاعتهم لا وحتها بره مثلا ليفر بول عندهم واحد جوه الجهاز الفني ولكن غير مثلا اللعيب زي رونالدو هيبقى معاه حد بس هو ما بيقولش ولا هيقول أن أنا كنت بروح ممكن تلاقي مسي معاه بس مش هيقول يعني الثقافة أن الواحد يعلن أنه بيقول هذا الموضوع لأن في بعض الثقافات اللي بتعتقد أن هذا الموضوع لما أقول أن أنا رايح لحد معد نفسي يبقى أنا عندي ضعف شخصيتي لا بس عشي ممكن أختلف سنة يعني أنا ما بشوفش ده بره خالص أنا بشوف أن اللعيبة بتصرح بدأ على فكرة كريستيان وتحدث أكتر من مرة أنه هو عنده التيم بتاعه الخاص وعنده دكتوره الخاص وما كانش محرج يعني الفرق في الثقافات يا دكتور إحنا عندنا ده في مصر لكن في الخارج لا خالص بس يقول الحريك حاجة هو جوزء من التيم بس هو ما بيقولش هو هو بيقول أنا عندي في التيم بس ما كانش بالشجاعة بتاع عمرو ماررونالدو قال أنا كنت قاعد النهاردة مع المعد النفسي بتاعي أو مسي قال الكلام ده هو موجود يعني ده شيء يعني برد النظر عن تصرحهم من عدم هل الثقافة نفسية تعالى نتكلم حتى عندنا إحنا في مصر من قديم الأزل وحداك أكيد قادرا مني بكتير إن في ناس كتير لما حد قال قدامهم إن هو رايح لطبيب نفسي بعيدا بقى عن الرياضة خالص بيبصوله بصة إن أنت ده أنت مهزوز نفسيا أنت عندك مشكلة نفسية أو عصبية وممكن مخوم يوصل مرحلة أنت عندك يعني مجنون بشكل أو بآخر الثقافة دي تغيرت عندنا مجتمعيا ثقافة أن أنا أروح لحد طب نفسي أعتقد أنها تغيرت مجتمعيا ولكن الثقافة عند اللعيبة ما زالت لسه في البدايات يعني ما قدرش أقول له حضرتك يعني أنا من خلال شغلي بيجي لي بعض الناس في لعيبة في الإسكواش لعيبة في التنس يعني ابتدت الثقافة هنا هو تنتشر شوية وتتغير ولكن مثلا حضرتك هذه الثقافة موجودة في قديم الأزم في العالم أشهر واحد وتكلم عنها وعمل عليها دعاية جدا جوردون الباسكت وقال لك أنا جيت هنا هو آه مايكل جوردون قال لك أنا جيت هنا هو وكان معايا الفيزيكال بارت بس واتس هارت الشيء الأصعب واتس سيكولوجيكال بارت اللي هو الإعداد النفسي والإعداد النفسي إنه هو هو هدفك إنك توصل للعيبة عنده حاجة اسمها مينتل سترنكس مينتل سترنكس إزاي بقى قدرة اللعيد دوت على تحمل الضغوطات اللي هو بيقابلها سواء الضغوطات دي من جماهير سواء من الكوتش سواء من زميله سوشال ميديا سوشال ميديا كل حاجة دي ومش بس كده هوت الضغوطات ويبقى المستوى بتاعه تقريبا سابت على مستوى مواسم إنت حضرتك سعد بتشوف هنا لعيبة ونرجع لكلام حضرتك في المقارنات النهوط لعيبة ممكن تبقى رائح في السيزون والسيزون اللي بعده تلاقي ايه ما كانش موجود خالص المستوى نزل المستوى نزل انت بتشوف بقى اللعيبة العالمية زي ميسي ورونالد ومحمد صلح تقريبا حضرتك بيحتفظوا بهذه المستويات سنين تشوف حضرتك التنافس على أحسن لعيف في العالم ما بين ميسي ورونالدو شغال في العشر سنين دي ازاي ما بيخرجوش طبعا دلوقتي في عوامل سن وكده ولكن كتا خيرهم ان هما على مدار حوالي 12 او 15 سنة اللعيبة دي قادرة انها تحتفظ بهذا المستوى الرائح ده بيبقى من شغل الاعداد النفسي اللي بيبدأ من الصغر بيبدأ من الصغر بفكرة انك انت تحافظ على الموتيفيشن ويبقى عندك الحافز الحافز دايما احنا بنسميها يعني النهاردة انا اكسبت الف عاوزة يبقى الفين يبقى خمسة انا جبت بطولة يبقى الفين مش خدت بطولة وخلاص والحمد الله وشكرا هو ابقى فرحان بيها واجه على السوشال ميديا لا الثقافة بتاعت الناس دي مختلفة ثقافة ان انا طول الوقت هم عاوزين يكسروا في الايه في الارقام ويعلوا منهم لان كل ما بيعمل الكلام ده كل ما القيمة التسوقية عنده بتعلى وكل ما دنيته بتختلف تماما طيب دكتور محمد خليني اروح حضرتك لنقاط برضو مهمة هي سيكولوجية اللاعب المصري تختلف ايه عن اللاعب الدولي او اللاعب الاوروبي كواز السيكولوجية بتختلف فاهم حاجة في العالم كله هي الثقافة تمام اللعيب عندنا مش مثقف مش مثقف بمعنى ان هو لازم يبتدي يدخل يقرأ ويبقى عارف انت حضرتك لما تيجي تشوفي مثلا ايه مؤتمر صحفي لأي لعيب علامي وتعليش في اي مؤتمر صحفي لعيب عندنا هتلاقي ان هو في فرق ثقافة مختلفة وانت النهاردة مش معنى انك انت كنت جاي من باكجراوند او من اسرة ما تبقاش مصقف ما مش معنى انك انت ما تنفعش انك انت تتطور في نفسك لأ انت لازم تتطور في نفسك ولما تيبقى عندك التطور هتبتدي تقرأ وتفهم من تجارب الاخرين ومن تجارب الناس ده هي تتكلم بتقول ايه بتلاقي ان الناس دي زي ما بتشوفي كده عايشين بحاجة اسمها style of life يعني ايه style of life يعني نمط حياة الراجل ده بيسحى الصبحية في وقت معين بينام في وقت معين بيتفسح في وقت معين بيأكل اكل معين حياته ماشى بايه بسيستم علشان كده هو بيقدر يحافظ بيوصل الكلام ده الوقت ده الشخص ده لما بيمر بظروف معينة سواء الصوابق او حاجة ازا كده بيتكلموا وبيقولوا هم بيعملوا ايه هو هنا هوت ايه يتعلم منهم هنا احنا هنا هوت ما بنتعلمش احنا بناخد بس الظاهرية منهم يعني مثلا نشوف فلان فلان يشترى عربية كذا او عمل كذا احنا بناخد الظاهرية بس لما نيجي نشوف الورك نفسه والعمل اللعيب دوت بيعمله عشان يصل للمستويات دي ما بنلاقيش طيب ده عيب يعني اندية ولا سيستم في دولة ولا سيستم رياضي في دولة يعني ولا عيب لاعب يعني هو المفروض مين اللي يعمل ده ويطبقه المفروض العيوب على التلاتة تمام ما قدرش انا اقول ان مش المفضوع دوت احطه على حد واحد بس لأ المفروض النهاردة المفروض النهاردة الاندية مثلا بتحط من الناشئين بيبقى عندها لعيب اللعيب دوت بتبتدي ايه بتبنيه تمام البونة هنا هو ما بيبقاش بونة ايه فالنباس او بدني بس بس ما بيبقاش محطوط في العامل العامل النفسي تمام ولذلك حضرتك انت ممكن يبقى عندنا بعض اللعيبة احنا بنشوفهم كويسين قوي تمام ويبقوا لسه ظهرين في مرحلة الناشئين اول ما يتحطوا والميديا تحط عليهم والناس تعرفهم تبس لأي الناس دي هتختفت فيه عندنا ناس منهم حضرتك ممكن يجي لهم النصيب انهم يطلعوا يحترفوا برا وتعيهم بعد ست شوء او سنة رجعين طب ليه وفيه لعب الاستثنائي اللي بيكسر القاعدة زي محمد صلاح اللي هو اشتغل على نفسه ومطور من نفسه وتعامل مع التأهيل النفسي بالقدر المطلوب من الأهمية وهو حضرتك تالع عليك ايه المنتل بارت طب واللق العقلية والناس اعادت ايه تاخد الكلام دوت بهزار وتقول ايه الكلام اللي هو بيقوله هو دي الحقيقة بتاعت الموضوع حالة الفرق او المنتخبات مسألة التأهيل النفسي الشخص المتخصص المصاحب للفريق او المصاحب للمنتخب بيتعامل مع الفريق ككل وبيعمل شوية استثناءات لبعض اللاعبين ولا هو بيتعامل مع كل لعب من الأول على حدة فيما يتعلق بالتأهيل النفسي يعني بس هو الخبرة هنا هو بتاعت المعد النفسي انه هو الطبيق اللي هو بيبقى دايما بيعد الفريق كامل وبيبقى فيه محاضرة للفريق كامل ولكن من خبراته بيبقى ايه بيبقى شايف انه ممكن لعيب قبل مطش معين هو مثلا ايه متوتر شوي يعني هننتصور مثلا لعيب هيلعب مثلا في كاس العالم وهيبقى مثلا بيلعب على مثلا رونالدو أو هيلعب على ميسيا أو هيلعب على حد من اللعيبة أو لما كنا بنلعب مثلا في طولة في طولة في طولة أفريقيا بيلعب على ساديو ماني انه هو هيبقى ايه هيبقى اللعيب اللي هيلعب على هذا اللعيب هيبقى محتاج ايه محتاج اه محتاج جرعة معينة انه هو ايه ازاي ازود ثقة بنفسه وحسسه ازاي ان الموضوع وده بيخرج بيحصل من خلال بس الكلام التحفيزي والعبارات التحفيزية وكده ولا يعني اللي بيحصل هل يتكت داخل الدوائي في بعض الأحيان لا لا بفيش دوائي خالص تمام ويمكن يعني هقول كلمتين كده انا قلتهم في ماتش لما كان الاهلي بنلعب مع ريال مادريد اه مش ريال مادريد اسف باير ميونيخ ماتش كان حل وقوي فمنطقة البساطة انا قلت اللعيبة احنا من اللعيبة كلكم بتاخدوا دوري وكاس وكتير قوي ويقول لك ده فلان العيبي اعتذر وكان واخد ستة دوري واربعة كاس ولكن انا عاوز حضراتكم تفتحوا القناة النادي الاهلي هتلاقوا ماتش ريال مادريد بيتزع كتير مونش انجلات باخ بيتزع كتير اذا ده ماتش انت هتحتفظ بي في المكتبة بتاعك وهتفرجه لولادك والاحفادك بعد بتاس ده ماتش عمرك انت نقلت اللعيب من حتة لحتة تانية وابتدينا بقى نلعب ازاي بقى تتعامل مع التوتر اللي ممكن يجي لك وابا واي بقى انا حطيت حافز وبعدين ابتديت ايه اديله بقى ازاي ان هو ايه يتعامل مع الموضوع وانا فاكر حتى بستر مانو اليومية يعني شقرني بعد الماتش هي دي بقى الفكرة ازاي انك انت تبقى عايش الماتش هنا هو الاعداد النفسي تبقى عايش الماتش وعارف اللعيبة بتفكر في ايه صحيح اوحاش حاجة في اللعيبة عشان كده هو اللعيب جون الارجنتين انه ممكن تجيله افكار احنا بنسميها نيجاتي فوتس او افكار سلبية كتير قبل الماتش يعني افكار سلبية مش ممكن تجيله فكرة انتوا اتغلبتوا الماتش ده انت الماتش الجاي لو غلطت غلطة والارجنتين طلعت اتغلبت هتبقى انتوا برا البطولة وهيحملوك الماتش دوت يبقى ايزا هتبتدي ايه وكرة ملهاش كبير هتبتدي ايه الافكار دي تجيبه ده انت ساعتها ايه كل الارجنتين هتهجمك انت وكل الارجنتين هثقته في نفسه هتتهزي هتتهزي وهيبقى نازل طول الوقت وهو بيلعب الفكرة دي جوه ايه جوه دماجه ممكن يطلع على كرة يطلع غلط يترمي على كرة بست ايه اللي هالاخطاء البسيطة اللي حضرتك بتستغربها انه ممكن كرة سهلة بسيطة جون يترمي عليها بست اقوعة منه من كتر مهدناجه بقت ايه بقت مهزوزة وفيها افكار مأسرة على تركيز جوه المطش طيب احنا عندنا نقاط كتيرة يعني عايزين نروح محضرتك فيها طبعا احنا اتكلمنا كتير لما حد بيتكلم عن فكرة هنا ملف يعني النفسي الرياضي او اخصائي نفسي الرياضي بنقعد نقول نفس الكلام بنقعد نقول ان احنا عايزين دكتور واهمية هذا للفريق واهمية هذا لللاعبين وبيفرق بشكل كبير وتعالى نشوف نطبق على الغرب ونشوف ازاي الناس دي بتتعامل بشكل احترافي وبعدين ما بيحصلش حاجة يعني لحد هذه اللحظة ما فيش نادي محلي مع طبيب نفسي او اخصائي نفسي صحة او لا كلامي غلط يو باستثناء الفترة اللي انا اشتغلت فيها مع منوال مع منوال مع كابتن منوال فقط فقط يعني بصي في بعض التجار لا اشتغلتها في الكرة النسائية تمام حوالي سانة كده هوت برضو ده الحد علمي لقيت فرؤات ما بين الجنسين بالنسبة للمسألة في التأهيل النفسي اكيد تمام يعني فكرة ان هما بيبقوا بسا السيدات دي بحاسين كده هوت ان الناس يعني ممكن تتنمر عليهم او يعني متصايدين لهم الاخطاء ويبقى في المكرانات بينهم وبين الولاد يجب تبقى لقاهم شوية تمام فبيبقى حجم القلق والتوتر عندهم بيبقى عالي جدا فده ازا انك انت تحسسوا من هما ما يفكروش في الحاجات دا ارجع لسؤال خضرتك يعني تمام المشكلة الاساسية هنا هو انك انت لما يجوا يحطوا الاجهزة والحاجات اللي زادية يعني المدربين مش حطين لهذا البعط اهمية قوية فبالتالي الادارات والحاجات الاساسية هي بتمشي بالمدربين طب انت احنا النهاردة لما هنجي نقول وانت حدثت معلومة لنا بقولها دي كل الناس عارفها كام عندنا مدرب اللي هو معاه ايه قليلين طب هو النهار ايه الرخصة ايه اه الرخصة ايه الممارسة الممارسة طب هالرخصة اللي بياخد الرخص دي وبيكون خد الدورات هو بيكون فهم يعني ايه البعد دود تمام يبقى اذا النهاردة نرجع ان لو انت عند حضرتك المدربين مؤهلين مظبوط هيتعلم ان فيه بعد كده هيتعلمه بحاجة من اتنين اما هو هيذكره بيبقى عنده المقدرة انه يعمله يعني يمكن احد المدربين اللي انا كنت شايف بس ده مش دون المدرب خليني نتكلم بصراحة ده لازم يبقى فيه اخصائي نفسي انا موافقك يعني المدرب شغله انه هو اه يبقى علاقته كويسة باللعيبة بيحفزهم على الارض بيشتغل شغله بس ده مش شغل التاني مش شغله صح ولا لأ ولكن على الاقل لو هو ما قدرش انه يجيب حد يقوم هو بيه طب وليه ما بنجيبش حد ما هو ده سؤالي احنا ما ينلف جوابني يا دكتور احنا ليه ما بنجيبش حد عشان ثقافات انت حضرتك لو ما عليش اقول حديث ثقافات ولا ميزانيات اصيبش ميزانيات كثيرة بس هولا حضرت يعني ميزانيات برضو احد المدربين صديق ليا تمام وقال لي يا دكتور فيك هما بيقولولي ميزانياتك كده فما بقدرش عجيب لكن الاهم مش الميزانيات يا سدق هتفت كام يعني يا دكتور في الشهر ما تقوليني كده الرقم يعني مش هنقدر عليه لا هي مش يعني موضوع ما تهيقليش معضل يعني هي اقول لحضرتك بصراحة نحب نجيب حد من بره هي بصراحة ربنا لو اي مدرب راح قال للعيبة انا هجيب اعداد نفسي هيرفضه ياه هيرفضه ومش بمزاج اللاعب بقى لما المصلحة يعني بصرا انا برضو واحد المدربين قال لي انا كنت نويته استعين بحد تعم ولقيت الميديا طلعة تاني يوم فلان الفلاني مش قادر يتحكي فقط اللبس معقولة طب ما يقول لهم فلان الفلاني مدرب الفلاني للنادي الفلاني العالمي صاحب الالقاب العالمية عنده يبقى انما يعني يقول هو يقول ولكن هو في الاخر عمل ايه تمام مادش هنا هو يمكن يعني ارجع لكلام حضريك وانا لما روحت هل حضرتك كان فيه ترحيب من اللعيبة كان فيه استغراب مثلا ما هي واحدة واحدة ما انا عشكال ببتديت كلامي مع حضرتك ثقافات مختلفة يا دكتور هو دي بقى النقطة يعني احنا النهاردة احنا ابتدينا كنت في 2011-2012 تمام لو كان الموضوع كمل كنا غيرنا الثقافات بالاستقبال لحضرتك كان وقتها عامل ازاي كان فيه اندهاش كان فيه استنكار رفض عالي رفض عالي تمام هل اعلانوا سبب الرفض ايه حد قال لحضرتك احنا مش محتاجين احنا كويسين دي اصلا مشكلة دي اصلا مشكلة بس اعوذي اولا خضرتك احنا كويسين اولا خضرتك هو كان كلام هو هيفضل موجود وانتوا هتشوف فهو دي قول شخصية ده عشان قولت لحضرتك رجعنا المدربين هنا المدرب للمعود طيب انا عايز اقف ما حضرتك بقى عند من ضمن المستجدات في السنين الاخيرة اللي طرقت على الحالة الرياضية تفصيلة السوشال ميديا زمان كانت الدنيا الوضع فيها مختلف وصحافة رياضية كما ينبغي ان تكون واخلام محترفة ومحترمة هي اللي بتكتب وبتنقض وبتحلل لكن مع السوشال ميديا وزمن السوشال ميديا اختلط الحابل بالنابل بقى فيه فرصة لاي حد حتى لو كان ملوش في حاجة انه يفتي فيها اكيد الكلام ده بينعكس في صورة ضغوطات على لعيبة كتير ومهما كان فيه مدربين بيحاولوا يحجموا اللعيبة دي عن انهم على تواصل مع وسائل او مواقع التواصل الاجتماعي لكن بطريقة او باخرى بتوصلهم الاخبار بتوصلهم الانطباعات بيوصلهم تعليقات الناس وده بدوره اكيد بشكل ضغط على اللعيبة بتتعاملوا ازاي مع الملف ده الملف ده مهم جدا جدا ويمكن انا بشوف ان فيه لعيبة يعني كان مستوها كويس اوي جدا ابتدى يبقى لها نعمل التأثير مع السوشال ميديا اختفوا خالص وهنا ده مهم جدا ان اللعيب لازم بقى فهم ان السوشال ميديا دي شيء متغير يعني النهاردة لو انت حضرتك كنت بتلعب وبتلعب كويس اوي تمام هتقل السوشال ميديا مطلعك السمع صحيح ولو انت جات بسلا تلات اربع مطشاط وما كنتش موفق فيهم وضيعت فرص وما كانش فيه نصيب ان الفريق يكسب كده هتقل السوشال ميديا هي خلش مرية سابع ارض بزبط كده ومش بعد تلات اربع مطشاط ده تاني ماتش لو انا ما عملت هلو او يبقى السوشال ميديا دي بتتعامل بايه بتتعامل بالمشاعر يبقى انا المفروض وبتتعامل مع اللعب بالقطعة خويس ليه بتتعامل ما بتتعامل مع اللعب بالقطعة لانها بتتعامل انا انبسطت فهتطلع فوق انا اتضايقت او حصلي احباط نتيجة النتيجة مش كويسة هقوم نازل تحت وهقوم جايبوا بالانتقاد اللي بيجيبوا تحته خالص اذا هنا هو المفروض لما بيجوا التقييم هل بيبقى لما بيجوا المدارب بقى بيقيم اللعب بيقيمه بطريقة عقلانية يعني ايه بطريقة عقلانية بالخلال السكاوتينج انت بسيط كان باصة انت العملت كان كورة طبعا بيحل الأداء ويحل الأداء وعشان كده لو نرجع بالتاريخ كده ايام لما كان الاهلي كان عنده فلافيو زمان وكانت الناس كلها اول نجيه فلافيو الناس كلها عملت هجم في فلافيو ازاي الاهلي بخليه وبيعملش حاجة وحاجة كده وبالرغم من كده وعند فترة على بال معها تأله وبالرغم من كده مسترمان ويخليها وبعد كده تأله انا حتى في عدم الاعداد سألت مسترمان وبتقول انت ازاي خليته كده فشرح لي قال لي اللعيد ده كان بيعمل كذا والعيد ده واتجاب لنا كم ضربت جزاء وكان بيستلم كذا وكذا وكذا يبقى اذا التقييم بيبقى انهوت ايه تقييم عقلي فانا لازم اعلم اللعيب انه هو ما يمشيش وراء الايه وراء الناس اللي بتتفاعل بالايه بالمشاعر لانه هو يوم هيطلعك فوق ويوم هينزلك تحت انت لازم تتعامل مع مستواك وتعرف حقيقة مستواك من خلال الاسكاونتينج وتبتدي تشتغل على الايوب اللي موجودة عندك ومالكش دعوة بالايه بالناس دي خالص لان الناس دي هتهتف لك مرة وفي مرة تانية ممكن ايه يهتفوا ضدك ده بالمطش 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 فعشان كده هو قوة ده بقى تبقى ثقافة ولذلك تتلاقي بعض اللعيبة العالمية مهما ان الصحافة تكلم او الجماهير او السوشيال ميديا هو في ايه هو في حتة تانية وما بيرودش عليهم تماما وما دكتور انا بحس ان مش بس في الرياضة ده احنا كلنا محتاجين اخصائي نفسي على المستوى الرياضي ومستوى العادي لان الموضوع احنا عايشين في حياة كلها ضغطات يعني ده طبيعي ان انا بتكلم مع حد بشوف حد يساعدني ده مش حاجة تقلل ابدا انا مش عارفة فيه المشكلة بصراحة ليه لحد دلوقتي تتكلم عن تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتجيب مدربين جداد وتجيب كلايتنبرج عشان ينصق لك موضوع التحكيم فهم قصد يا كريم وبتشرف وبتجيب لعيبة محترفة وكل فريق محلي عندنا حضراتكم شفتوا كم صفقة جات كل ده انا بعمله عشان اطور الكرة المصرية الكرة المصرية فيه عماد برضو أساسي معها وده على فكرة احنا مش كلام بنحن نقوله مجعملة عشان دكتور محمد معانا انا وكريم تكلمنا في ده كتير وناس غدنا تكلمت في ده كتير الأساس برضو في الأخصائي النفسي لان ده شق لا يتجزأ من فكرة تجهيز وتأهيل اللاعب بدنيا ونفسيا يعني انا ده الواحد بعد لما بيبقى مثلا نغايب عن البرنامج فترة وبيرجع عايز الناس تقوله إيه اللي حصل الثقة يرجعوها له يبتدي ياخد على الكاميرا مرة تانية صح ولا غلط ما بيلك الملعب ما بيلك الملعب بعد غياب 6 شهور فيه ناس بتتعالج لعيمة ب 6 شهور فده عايزني يرجعلي أهله بدني بس وأقول لو خلاص انت زال فل انزل مفيش مشكلة ولو كان بقى اللعب ده كمان لعب استثنائي لو احنا بنتكلم على منتخب مثلا تحس ان المنتخب بالكامل بجماهيره بالجهاز الفني بيعوله في المقام الأول على اللعب ده تحديدا يعني زي ما هو الحال مع رونالدو والبرتغال زي ما هو الحال في حالة ماسي مع الأرجنتين لما تكون اللعب استثنائي ومتحمل مسؤولية استثنائية هل ده بضرورة بيستدعي كمان تعامل استثنائي نفسيا طبعا هارجع لحضرتك باجيو مش أحسن منه طبعا وضيع ايه في كاس العالم ضرب الجزاء خلتهم يخسروا كاس العالم ماسي بسي نفسه في كوب أمريكا مش الأخرانية الأخرانية خدوها اللي قبلها ضيع ضرب الجزاء وصد شيني ليه؟ هي من الفكرة دي إنك أنت هو بيبقى حاسس أن يشايل حلم مثلا 30 مليون ولا 40 مليون حسب الـ population أو السكن بتاع البلد وأحلام الجماهير دي كلها وده غلط لأن كرة القدم لعبة جماعية وهو ده لازم ليوصل للعيب وده اللي لازم يحطه في النقوة بيلعب لو بتدى يحس أنه أنا أنا اللي شايل لوحدي لا هيبتدي طول الوقت هيبقى مش بركز وتحصل أخطاء وهيبقى موتر نفسه وده الأهمية إنه هاي اللازم الفكرة دي تتشغل خالص بكل اللعيب اللي هما ينزل بنسميه يعني اللي هما طوف الاستثنائيين ولا يا دكتور محمد حركنا وردنا بجد وملف مهم ونتمنى حضرتك يبقى ليك برضو دور في إن احنا نغير ده عندنا محليا في الكرة المصرية أنا أتمنى في صراحة لأنه قلنا ده كتير والله بس صح ديك يعني أنا ليه وجهة نظر في التغيير ده أنا أتمنى إن احنا نبدأ المنظومة من الشباب الصغيرين أولا إن احنا نبقى بنعد أجيال كويسة في الناشئين بقى في الناشئين بقى في الناشئين بحاجات دهيات تمام بنعدهم وبنطلع أجيال وممكن نطلع منهم يعني 4-5-10 العيبة كويسين يكونوا بال ويبقى عندهم القدرة إنهم يتعاملوا ويحترفوا والأمور تبقى أحصل لهم ويكونوا متزمين نفسيا بالضبط ومش بس كده هو لما هتبتدي حضرتك تبدأ معامله هو صغير هو صغير هو لسه جاي لك صفحة بيضة هو بيقول لما هيكبر بقى الموضوع ده طالع معاه غير لما تيجي حضرتك على لعيب دولي أو لعيب على قبر وبتقوله الموضوع ده خلاص هو تعود على الفكرة دي من إيه من الصغة فهتبقى الدنيا أحسن في المستقبل نتمنى إحنا بنشكر حضرتك على وجودك فهنا جزيلا شكر نورتنا ده مو حضرتك ومو حضرتك حنرجع نقول تاني تجربة حضرتك مع كابتن أو مستر مانوال خسي لن تنسى برضو حتى لو كانت قصيرة حتى لو كانت فيها تحديات إحنا دايما لما نفتح الملف ده بنقول إحنا كان عندنا دكتور وخصائي نفسي وقت مستر مانوال خسي فإحنا فترة حضرتك مش هننساها برضو يعني كان ليك دور كبير طبعا نرجع عشان نبتدي مع حضرتكم تاني فقراتنا الحوارية ونتكلم بقى بتفاصيل التفاصيل عن المستجدات اللي بتحصل كل يوم التاني في المنفيار خليكم معنا